قبل كده كان بتحصل طبعا يعني فيه زروف قهرية فيه زروف استثنائية انه يبقى فيه ضغط مباراة ده شيء طبيعي وممكن يحصل في مصر او يحصل في اي مكان في العالم والاهلي حصلوا قبل كده وكتير من القندية المصرية حصل لها انه يبقى فيه ضغط مباراة لكن افهم انه من الطبيعي او المنطقي او الشيء اللي يبقى له اي عقل انه ده يبقى ظرف استثنائي يستمر مثلا تلت اربع بالكتير خمس مطشوط واربعات لكن انه من هذا الاهلي يبقى مطالب منه انه ي يلعب تسع مطشوط فيه خلال شهر واحد اعتقد ده شيء مش منطقي على الاطلاق وانا يمكن اتكلمت في الموضوع ده من زمان حتى من قبل شهر رمضان وقلت انه الاهلي بيعاني من ظروف صعبة جدا وكأنه بيتعاقب على ان هو كان بطل افريقي وكأنه بيتعاقب على ان هو كان ممثل مصر وممثل القرى الافريقية في كاس العالم لانديا واعتقد كان فيه كتير جدا حلول اذا كان فيه رغبة او اذا كان فيه نية انه الامور تعدي بشكل طبيعي اما انه يتحط الاهلي في خانة اليك بال الشكل اللي احنا شايفينه انا بكلم حضراتكم انه في خلال يعني بداية من يوم التلات طبعا حدكم عارفين الاهلي بيلعب كل تلات مطشوط كل تلات يام مطش تقريبا والفترة اللي جاية كمان عنده تلات مطشوط في خلال ست يام هل ده طبيعي يعني هل فيه في العالم كله يعني نتمنى انه حد بس دينا نموذج او يدينا حالة مشابهة انه فيه نادي يلعب في خلال شهر واحد تسع مطشوط هل ده منطقي هل مثلا والاهي اعتقد هو المنافس الابرز الوقت او الو لو كنا بنكلم على دوري ابطال افريقيا هو الممثل المصري الوحيد للاندية المصرية في البطولة هل ده يعني ما يخلناش على اقل تأدير ان احنا نحاول وحضراتكم عارفين طبعا او القائمين على الامور او متخد القرار عارفين بشكل كبير انه النادي الاهلي بيعاني من كم كبير جدا من الاصابات انا ما بقولش اتعامل مع النادي الاهلي كحالة استثنائية لكن حط الامور في نصابها الطبيعي حط جدول او حط مباراة مؤجلة بشكل يسمح لنا النادي الاهلي انه يخلص معجلاته بالشكل اللي ما يتعاقبش بيه بالشكل اللي مايقصرش انت بتكلم على لممثل مصر يعني انا مش بس بتكلم على النادي الاهلي انا دخلين وهنا مشفق الحقيقة 1 جهاز 5 جلق النادي الاهلي اللي عندهم هزا الحمل الكبير جدا وهم في الخلفية عندهم استعاداد لمطشط دور التمانية في بطولة افريقيا يعني مطلب بتجهيز لعبين مصابين ومطلب الحفاظ على لعابين بيلعبوا كل يومين متو ماتو بالزبط كده ماتو تمرينة معسكر مطش مطش تمرينة معسكر مطش مفيش حاجة كده بتحصل في الدنيا كلها يمكن بعد مطش الأخير اللعب النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز كانت تكلم في النقطة دي واتكلم الحقيقة كمان واستدعى يعني بعد التفاصيل المرتبطة بواقعة مشابهة قبل كده حصلت وتحط الأهلي في ظروف ما كانش مطالب أنه يوافق عليها ولكن رغبة أو انسياعا لمتخذ القرار وافق على ده في ظل ظروف مشابهة لكن لما جينا الأهلي هو اللي بقى مطالب بضغط المباريات ما تكررتش نفس القاعدة ما تطلبش من منافسين من أجل مبدأ المساواة والعدالة والشفافية أنه يتحط في نفس ضغط المباريات لا ده محدش نادى بي أو محدش طالب بي